السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله جاء هذا المثل من قصة قديمة كتبت في خرافات الكاتب الإغريقي إيسوب في العصر الروماني فعندما جلس الحاكم على كرسيه وطلب عمل مصابقة للجمال لدى الحيوانات وأن تتقدم الحيوانات تستعرض لجمالها أمام الحاكم على أن يتم إعلان الفائز في المصابقة ومنحه جائزة في نهاية اليوم وبدأت المصابقة بمرور الحيوانات واحدا وراء الآخر أمام الحاكم تختال بجمالها فمر الغزال وصغيره والطاوس متباهيا بجماله هو وابنه ثم مرت الزرافة وسغيرها والأسد وابنه وقبل إعلان الفائز بالجائزة فوجئ الحاكم بقردة تجري أمامه مستعرضة جمال ابنها حاول الجميع إقناعها بأن ابنها ليس جميلا كباقي المشاركين في المصابقة لكنها رفضت الانسحاب من المصابقة حتى لا تحرج نفسها وأصرت على أن ابنها أجمل من كل الحيوانات التي شاركت في المسابقة ضحك الحاكم وقال اتركوها القرد في عين أمه غزال ومن نهاية هذه القصة اتخذ المثل وأصبح يردده الناس حتى الآن وإن أعجبكم الفيديو فضلا لا تنسوا اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته